رحمين الرحيم وكان يحفظ الناس دين ربهم سبحانه جل في علاه وكان يبث توحيد في قلوب الناس وكان يبث السنة في قلوب الناس هذا ديدن الشيخ رحمه الله وهذا الذي أعلم عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثلات ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو علم ينتفع به ولا أحسب الشيخ إلا جمع هذه الثلاث فاللهم أغفر له وأرحمه أكرم نزله وأوسع مدخله أسأل الله جل وعلا أن يكرم وفادته وأن ينجيه من عذب النار هذا الذي أقول لك أقولها في حق الفقيد الشيخ أبو النعيم رحمه الله فهي كلمة قليلة في حقه الشيخ كان تعرض للاعتقال بسبب كلمة رأي أنه تكلم عن فتح المساجد يعني كان تعرض للمجموعة من العقوبات السجنية كان تعرض للمضايقات داخل السجن مما كانت أثرت عليه على الصحة دياله والصحة للجسدية للنفسية الشيخ أبو النعيم رحمه الله كان قويا صابرا محتسبا حتى في اعتقاله اليوم افتقدنا يعني رجل من رجالات الدين هنا بالوطن ديالنا شيخ مات رجلا وعاش رجلا ندعو له بالرحمة والمغفرة والأهم أننا نتابع الكلام اللي كانت يقول الشيخ أبو النعيم في المصار دياله على السنة على الدين على الجماعة في شروط الحياة العامة هو الأحسن وفاء للشيخ أبو النعيم هو انتابعوا الكلام دياله وإحقاق الحق وإزهاق الباطل والله يرحمه والله يجدد عليه الرحمات ويرحم جميع أموات المسلمين والمسلمات والسلام عليكم غيطة كتشوف شنوك يلتح لكن لما تكون السيطارة ما تيبنش لك شنوكين له هذا السيد هذا يلا الله الناس ربما يلا الله غاتعرفوه يلا غاتشوفه كان كنتيبه اليوم وحش وليس كيف كانوا يتصوروه للناس إداعات والقنوات والعلم يتصوروا هذا السيد بحلة وحش لكن لو شفتي كلامه وضل السماه وشفتي هذا السيد كيفش يدير وشفتيه مع أولاده ومع صحابه بل مع العوصات كيفش يتعامل مع المتبرجات اللي تقرأوا عنده في المدراسة اللي كانوا عنده في بيانظر شوف تعاملين كيفش معامل تقول هذا ماشي ماشي آخ قاع تقول هذا إنسان طبيعي جدا شوفوا لهذا الناس عادين الناس عادين بات كان عندي شي الحياة تبعين بنا نصور لنا السيد دمعت كدير شلون أنا قتلني لا مدرش للحيا كنت تصوير المصورين انتما للناس الناس عادين سعادين ومات يدعي التوحيد ويدعي الحق مقبلته شو رجعيين هذيك الرجعية هذيك رهدين هذيك رجعيين هنبقوا رجعيين ، ولادنا توما يكون رجعيين ولاد ولاago هذيك رجعيين ومات قلبه غصى ومات قلبيته ومات كيشوف هاد الامة اللي خدمها 40 سنة المدراسة الدعوة والله ما امرو خدا ريال على الدعوة انا نعطيكم سبق وقسم بي الله واحد النهار تصل بيه الناظر ديال الحبوس بش يجي ياخد فلوسه قال لي عدنا فلوس ديالك من 92 ومعات من 91 وانتكت دير الدرس دير الطلبة قال له مانا موتا طويع قال له موخا موتا طويع عندك صالير ديال فما بغاش يمشي فاحنا صرينا عليه قلنا لي زمارة غتكون شي باركة ودع طالب نحنا لما بغيتياش فقلنا ندع ولا ابتغي بها المال اللي بغيتون اعطيه لكم خليها لهم انا هذك شي ديروا لله وما اخده ولا ريال وهدي يعني الناس اللي هما مسؤولين في المجلس اللي ما اتعرفوا شي بانه المعمور ما اخده اجر في سبيل الله وكان كي اذيهم الان ده بحنا جايين الجنازة يحبسو فينا في الطريق البوليس يحبسو فينا لقينا مشكلة مع الداخلية هو ميت ما فهمت شنايا ما فهمت شنايا احنا الان جايين الجنازة حبسيننا علاش واش بقي خافينو غينوض لكم ولا شي يقول لكم ما شي يقول لكم مات 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 فقط ما ش بقي؟ احنا 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 ارهابيين احنا ناسا نعبد الله وش ننوح الله وليس لدينا اي فتنة احنا الحمد لله مع توحيد الكلمة. فقط. ما كما صورتونا الناس ناس مني غي قربو لنا غي يعرفونا الحقيقة ناو. فقط. احنا كيفاش ديرين. الحمد لله الناس يجيوا. ما كي الناس عمون يشتم. جايين من مدن بعيدة. محبة لله فتكسين. يكفي. 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 يكفي ان الله تبارك وتعالى ما يوقف. يوم القيامة هذك يحبو الناس واذا يكرهو الناس. الحمد لله. راح ناشه هداء. احنا هم الشهداء دي الله في الارض. نالي غا نشاهده على الواليد. راح لكن الناس الحمد لله الان رأى الكلام نتي يقولوا. ما يقريش الصدر. كتكون كتبكي كتسمع متى يدروا على بقى تفرح. كتقول رغي يمشي الجنة. وصلى الله وسلم وبركة. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتوب جنة. وفعلوا خاصية الجرس بشيوصلكم كل جديدة. دعوا شامل الفيديو. وبرتجوا الفيديو مع صحابكم في مواقع تواصل اجتماعي.